حزمة كبيرة وثقيلة من العقوبات الأمريكية على روسيا يفتتح بها بايدن عهدهم عبطين ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عهد ترامب من توتر في العلاقات بين الطرفين 32 شخصية وكيانا شملتهم العقوبات واتهموا بقيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية من بينهم أشخاص عاملون في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والاقتصاد كما شملت العقوبات طرد عشرة دبلوماسيين روس بينهم ممثلون عن أجهزة المخابرات الروسية في واشنطن البيت الأبيض أكد أن قرار العقوبات يظهر تصميم إدارة بايدن على ردع الانشطة الخارجية الضارة لروسيا متوعدا بفرض إجراءات استراتيجية مؤثرة اقتصاديا على موسكو إذا استمرت في انشطتها الدولية المزعزعة للاستقرار وبحسب البيت الأبيض تشمل الانشطة الروسية التي تزعج واشنطن الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها والانخراط في الانشطة الإلكترونية الضارة وتسهيلها يضاف إلى ذلك استخدام روسيا للفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية والقيام بأنشطة خارج الحدود ضد المنشقين أو الصحفيين وتقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي لأمريكا وانتهاك مبادئ القانون الدولي البتعلقة باحترام وحدة أراضي الدول توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو لا يقتصر على اتهام الأخيرة بالتدخل بالانتخابات الأمريكية وإنما مدفوع بالملف الأوكراني حيث تحولت كل خطوة عسكرية في أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لخطوة سياسية تصعيدية بين موسكو وواشنطن وقد تؤدي نهاية الأمر إلى أزمة طويلة تنتقل عدواها إلى جميع مناطق اشتباك المصالح بين الطرفين الأمريكي والروسي